يا اهلين فيكم انا ساشا تيوب رجعت لكم بقصة جديدة يا رب تستفيدوا وتستمتعوا قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وخلونا نوصل الفيديو الالف لايك وانتوا قدها لا تنسوا تصلون عن النبي عليه الصلاة والسلام قصصنا اليوم من قصص فوزة العالي يلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة انهاية حنا كنا في قرية بعيدة واول ما فتحت المدارس ناس كثير ما سجل بناتهم وانا منهم كان ابوي يقول ما له داع البنت تدرس وش تستفيد من الدراسة اذا عرفت امور دينا وشغل بيتها يكفي وجلست سنة كاملة اترجاه لين وافق وسجلني بعد سنة من افتتاح المدارس في قريتنا كانوا كل البنات صفتاني وانا معي خمس بنات صغار صف اول كنت انا اشطر وحدة فيهم طبعا لاني كبيرة وكنت الاولى كل سنة ومشت حياتي وانا فرحانة بالدراسة وكان حب للتعليم والدراسة ما يوصف وكنت كل نهاية مرحلة اسمع من والدي خلاص يا بنت يكفي اللي درستي اجلس في البيت وساعدي امك لين يجيك نصيبك وتتزوجين ورغم كذا كنت اكمل الى ان اخذت الثنوى بنسبة عالية جدا لكن في قريتنا ما في جامعة ولا كلية ولا شي وكان لي عم ساكن في مدينة بعيدة وقلت لابوي اروح عند عمي ادرس الجامعة عنده ورفض وعصب وقال مستحيل وكنت كل اسبوع افتح الموضوع معه واجلس ابك واحب راسه ويده كان يحاول يقنعني اني اللي درسه كفاية وانا احاول اقنعه ان الشهادة الجامعية تجيب وظايف وكلوس واستمرين على هذا الحال فترة وبعدين دخلت خالي يقنعه وقال له خلها تروح عند عمها وتاخد الشهادة الكبيرة ترفع راسك فيها وبكرة تتوظف وظيفة زينة ويجيها راتب شوف فلان سجل بنته وفلان سجل بنته ووافق ابوي الله يرحم وكلم عمي وقال لخالي ودها عند عمها وعطاني فلوس وودعني ودعالي وانا اودعهم وابكي وكانت اول مرة ابعد عن اهلي رحت لبيت عمي عائلة كبيرة ولدهم الكبير متزوج وساكن برا وعندهم بنات في الثانوي والمتوسط وعندهم اطفال صغار وبيتهم دايم مزعج وفي صراخ وزعل ومشاكل ومشاكل بين البنات او الاولاد او الام والاب او الاب والاولاد وانا عزلت نفسي وركزت على دراستي وهذا الشي ضايق زوجة عمي كانت تبيني اساعدها في شغل البيت وانا في البداية كنت اشتغل معهم واساعد لكن لقيت الام تمادت مستحيل تقول ارتاحي ياهاي تعبتي اليوم او تقول مشكورة ما قصرتي صارت تعاملني كاني شغالة لدرية مرة كنا جالسين كلنا وبناتها الثلاثة وتقول قومي ياهاي سوي لنا قهوة قلت معليش عندي اختبار بكرة بروح ذاكر وصرت اسحب نفسي شوي شوي واركز على دراستي وسوت لي مشاكل مع عمي تقول شوفها تاكل وتنام وتدرس والله ما تساعدنا في شي حتى صحونها اللي تاكل فيها ما تغسلها وبدأ عمي يتغير علي وانا مطنشة ومركزة على دراستي ونجحت السنة الاولى ورحت عند اهلي ثلاثة اشهر وبعدها رجعت لبيت عمي ورجعني لنفس المشاكل بعدها ما ادري وش صلي تغيرت حياتي صرت اغيب عن الدراسة وانام وقت الصلاة وما ادخل المحاضرات واذا دخلت انام او اكون ماني منتبه وصرت انسى الواجبات والبحوث وانا اخر من يسلم بحثه واحيانا ما اسلم والاستاذات اللي كانوا يمدحوني طول عمري صاروا يسمعوني كلمات توبيخ وانا عادي ما اتأثر اهملت نفسي تخيل اروح الجامعة بدون ما امشط شعري ومرة قالوا لي البنات هيا شعرك ليش كذا قلت وش فيه قالوا طالع المراية شوف شكلك وكان شكلي يروع وعطوني مشط وقالوا مشط شعرك وبعد شهر مسكتني واحدة من البنات وقالت انتي ليش متغيرة قلت ما فيني شي قالت يا بنت انتي منك طبيعية ما تشوفين نفسك الكل ملاحظ انك متغيرة قلت عشان اغبت كم يوم قالت لا وضعك ماه طبيعي قلت كيف يعني وش فيني قالت في احد يكرهك لدرجة اني يضرك قلت ليش قالت انت احتمال انك مسحورة جلست اضحك قلت مستحيل وش ده الكلام قالت اسمعي مني انا اخوي مسحور وعالجناه سنين واعرف المسحور اقري صورة البقرة وعلميني وش يصير معك وانا خفت من كلامه وقالت اسمعي اقريها بدون ما يشوفك احد وكنت اروح للجامعة مع باص يجي من اذان الفجر واجلس فيه ساعة ونص قلت خلني اقرى البقرة في الباص وبدأت وحسيت بدوخة وبحة في الصوت بعدين صرت اقرى الكلمات غلط واحيانا ما اشوف الحروف وحسيت بلوعة وكأني بستفرغ وخفت ووقفت القراية وعلمت زميلتي قالت شفتي انت مسحورة واكيد زوجة عمك هي لسحرتك تبيك تكاهين الدراسة وترجعين لأهلك قل طيب وش يسوي قالت اقري البقرة في الباص في الروحة والجاية وخذ كيس بلاستك احطيات لو جاك استفراغ وترا افضل لو طلع السحر ترتاحين وخلي معك علبة موية انفثي عليها واذا خلصت يشربيها ومهما صار قلينه منك تعبانة وكارها الدراسة ولا تاقلين او تشربين شي من زوجة عمك او بناتا وعلمتني اذكار الصباح والمساء وكنت اول مرة اعرفها وبدأت ونفذت نصايحها وتعبت في البداية والحمد لله باص انا ما في زحمة وما في جنبي احد وكنت اتعب وتلوع كبدي بس ربي ستر علي ولا احد درع عني وبدأت اركز في دراستي ومرة دخلت زوجة عمي علي وانا اكتب بحث وقل لها مدري وش فيني اقرأ الكتب ولا افهم شي قالت طيب وش الكتابة هذي كلها قلت اكتبها علشان افهم بس ماني قادرة واستمريت لين قربت الاختبارات ومرة جبتلي كوب شاي قالت اشربيه علشان تصحصحين للمذاكرة وخفت امسكه وقمت فتحت الشنطة وقلت مشكورة يا عم حطي الحين باجي اشربه بس ادور كتاب مهم وحطته ووقفت تسالف معي وتقول اشربيه لا يبرد وانا اقول ان شاء الله الحين اشربه والحمد لله عمي ناداها وراحت له وانا بسرعة اقرأ اية الكرسي واكب الكاسة في المغسلة واخلي فيها شوي ورجعت قالت زين شربتي الشاي قلت ايه مشكورة بس كأنه حالي قالت ايه زدت السكر علشان يزين طعمه وطلعت من عندي وانا اكرر اذكاري واحصن نفسي وقول الله يكفيني شرها واستغرب كيف ما كنت انتبه لها بس انا كان معمي على عيوني جلت شهر كامل وانا مدري عن نفسي اروح الجامعة ولا ادخل محاضرات لين ربي صخر لي زميلتي الله يسعدها في الدنيا والاخرة وقفت معي ونبهتني وكانت معي خطوة بخطوة وعلمتها عن كاسة الشاي قالت شوفي لازم تمثليني انك تعبانة وانا السحر جاب نتيجة علشان ما تعيده واليوم الثاني لبست بدون ما اوشط شعري وبنت عمي تقول وش فيك بتروحين للجامعة وانت كده وقل ها ايه عادي وامشي كأني مريضة وبنت عمي وتقول هايا وش فيك والصغيرة تقول برح اعلم امي واطلع للباس واكمل اذكاري واقرأ وردي وفي الجامعة اعلم زميلتي قالت ما في حل غير انك تطلعين من عندهم باسرع وقت هذه ما تخاف ربي وبكرة بتسوي شي اكبر قلت وين اروح قالت تكلمي اهلك يستأجرون لك بيت واحد منهم يجي يجلس معي قلت هذا الحل مستحيل اصلا هم ما كانوا موافقين على سفري ودراستي ولو يدرون ان الموضوع فيه سحر ومشاكل بيمنعوني اكمل اصلا قالت اجل ما لك الا سكن الطالبات وتروح معي وتسجلني فيه وارجع للبيت واقول لزوجة عمي وبناتها انا ما عاد فهم الدروس وزميلاتي نصحوني اروح سكن الطالبات عشان يشرحون لي وش رايكم زوجة عمي فرحت وعجبها الاقتراح بس ما تبي تقول علني قالت والله زين اذا بيساعدونك حلو بس ما تقولين بكرة زوجة عمي تقول روحي ترا انا ما لي دخل قلت اكيد اكيد بس كيف اقنع عمي قالت انت كلمي وانا بشرح للموضوع ويصير خير قالت زوجة عمي هذه هي قدامك اسألها والله ما تطبخ ولا تكنس ولا تغسل مواعين وحتى الشاهي اجيب لها وهي تذاكر اسألها لا تقولون بكرة زوجة عمها طردتها ولا ضايقتها قلت لا يا عمي الله يكثر خيركم بس انا تعبك من الباص كل يوم من الفجر السكن هذا حلو كل بناته يشرحون لبعض ويسالفون مع بعض والجامعة قريبة عشر دقائق وعمي وافق وقدر يقنع الوالد والحمد لله وكملت سنتين ونصف سكن الطالبات وقدرت اعالج نفسي من السحر ولله الحمد وتفرغت لدراستي وكانت احلى ايام واحلى زميلات ونجحت بتفوق ولله الحمد وصرت معيدة في الجامعة وحياتي كانت بفضل ربي من احسن ما يكون وتزوجت وكملت الماستر والدكتوراه وصار لي اسم مرموق في المجتمع وكل ما اتذكرت زوجة عمي واللي سوته فيني دعيت عليها الى ان ماتت وقفت الدعاء قلت خلاص راحت لربها الله يحاسبها لكن انا ما قدرت اسامحها ابدا وبس والله انتهت قصتنا لليوم يارب تكون عجبتكم واذا عندكم قصص وتابوني اقولها ارسلوها لي على الانستجرام او السناب اضع لكم الرابط في صندوق الوصف